اشتركوا في القناة ننشر كتير التوعية مش بس نحنا عم بصير في نشر التوعية بالشكل عام كمان على هيدا الموضوع يلي بيخلق كتير من الانزعاج على الاشخاص لانه كل شي مزمن وبيحمل اوجاع بكتير مطارح من الجسم مزعج اكيد خاصة مع الستاس لانه اليوم كل مرة عم فوت فكرة جديدة اليوم الاول مرة منحكي عن الفرم والاجهة والتدخين بس قولت تدخين يعني عم تحكي نيكوتين علاق مشرح لمشاهد ليش قررت هذا التوبيك لانه انا لحظت انه غير انه هيدا التوبيك كتير موجود عند النساء اكتب كتير من الرجال اعمار الثلاثين مثل ما قلت يعني مزمن بالجسم بتنجع نلخص بسرعة ايه لا امكان لازم نعرف للمشاهدين عندك استيفنس يعني هو بس يوع بحس حاله مرتاح من النوم في استيفنس يعني هو عم بيتحرك فيه صلابة بالحركة وعنده قلق وعنده اوجاع بالجسم وفتيق كمان المزاج تبعه واطي سو كله دولي بيلخصه اذا بديك الفاهم المزاج كتير حكينا عنه طيب هدا شوصة النيكوتين كون واحد محصبه كذا او حدا بنت بتقلي انا ارتحت بس لعت ولعت السيجارة تريبيا سو السيجارة بتريح او ما بتريح بسيطة القصة انت النيكوتين بستخده بيرايحك اول شي متل كيف ما يصخن او ما يمساقة بيرايحك بالانستامر خلال ساعة ساعتان ساعتان لما يعمل يعني بيطلع من الجسم يعطيك هون عطول بقولها هيدا ديانك بالفايدة يعني سابدي جوع يقض منيك انه انت ترجع عن جديد تطلعي بتاعتها الجسم نيكوتين لانه في مادة اسمها substance P يعني هي العلاقة بال pain زي ما نحفظها P pain اللي هي بين النيرون هي نيروترانسمتر يعني بين النار والنار بيحكم عباط بس انت توطيها وتخففه من وطقتها شو بيصير تخف الوجع اكي فالنيكوتين مرتبطة بين السبستانس يعني هي العلاقة بالوجع وانا مقول الوجع بنحكي عن فايربورمالجيا فهون شو صار عنديك صار عنديك الوجع ومن مفوتنا الانكزايتي القلق اللي زيانته جميل عن النيكوتين واصلا فايربورمالجيا ما بده تجد تزديله قلق فهلعنا عم نعطي مسالين يلي هنا بيخلوا تزيد فايربورمالجيا لكن لما رح رح روح لأبعد الدخان غالي أو لا أوكي يعني انت لما عم تشتري عم تعمل سترس المساري وانت الفايربورمالجيا قالنا بيتأثر بالستيملس اللي بيجي يعني بتشوف في وقت المريض الفايربورمالجيا تمام وضعه معمي الرياضة مظبوط منم مظبوط اخترب جدته خبرية بشعة جوه أصحابه حده نيجاتي فاير ناقه اليوم اجينا كتير واتسابات حكيهم انه أوجاعنا كبيرة مبارح كنا اكسايتت بالانتخابات ما نمنا منيح دونك انصوميا ما نموا منيح لانه في الأدراني الراج بدون يتابعوا وعيه بكير داي يتابعوا شو يصار معنا تخربت نومنا بأكدلك هلأ بتزيد الفايربورمالجيا هالجمعة وأوجاعة في لبنان كله دكتور أبي ناظر رح نذكر كافية المشاهدين بالرائم يلي رح يمرأ على 01491 703 مشاهدين فيكن تتواصلوا معنا وتطرحوا على دكتور حنينة كافة أسألتكن يلي العلاقة بهذا الموضوع أكيد وبي غير موضوع اللي دايما مندوي عليها باللقاءات معك دكتور أبي نادر دايما الحلول لهذا الموضوع نحنا منفتش عليها بالكمفرد زون طبعا يعني إذا أنا شخص مدخن تفتش على السيجارة وبخلي دماغي يمكن يفكر أنه أنا أوكير تحت من السيجارة الألكول غيرها بس هل فعلا نحنا بنكون عم نضر حالنا يعني نحنا بنعرف كمان الفيبرومانجية غير الأدوية يلي مرات كتير بتضطروا بالآخر لوصفة قديش الرياضة الرأس قديش الأكتفيتز اللي بتتروح السترس هي زي طبيعة 100% واحد أنوية مشى والطبيعة الموسيقى هؤل الأمور اللي دايما بتنصح فيهم التهي الدكتور بتساعد أكتر من أنه ونحنا اللي منحنا معوادين على اللي منعرف أنه أنا أولا بدي حط كاس وقشها بسجارة هيدا أحلى سؤال بالحلقة الحالية لأنه كذا مرة بيجيني مريض في البروجة راح نتحكي مغير دوغري عطي الدواء لا أبدا أنا بقصمون مالدس مودريت سيفير يعني تقطع بدواء بسيطة مثل أستامين أوفان صح أو مثلا صح أو لأ بديك هون إدوية أعلى أو بديك إشي بتشير عن نار مثل جابابانتن أو بديك الأنتي دي بريسور أنا هون ما بستعمل ضغرة طيران يعني الدواء مثلا دولوكزيتين يلي كلنا ستعرفوا ما بستعملوا ضغرة لا إيه هو ماركة ماركة يعني عنديك وعندك يعني يعني بس أنه اليوم أنت عنديك كذا دواء بس ذكرت عندي كمان الشيء لليش لك الإدراك المعرفة عنديك إذا واحد قايد إيماجري يعني فكر أو 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 فكر إيجابيا مثلا هو من سميع يعني فكر أنه لا البكرة أكيد رح يكون أحسن هايدي رح تقطع وما في شي بدوم وأنا بكرة برجع أفضل وإتسترا هلأ كما أنه قويت الجسم سير معوض أنا بس تجو شو بدأ أعمل هلأ هايدي يتركوه علينا كإدوكيشن بس أكيد الرياضة لأنه فيها إفرازات دوبامين هتخفف من الأوجاع وتفيد هلأ فعلا فعلا أرجى أكتر شي النوربينيفرين هايدي كمان نوروتنسمتر بتحكي بين الأعصاب والسيروتونين بيتأثروا بيكونوا واطين دونك كل هايدي نحن من نعلمون كيف نعلي وفيك كتير ناس رفضوا يأخذوا إدوية تاتون الالترنتيف يعني يعني الشي بيشتير سيروتونين أو دوبامين دونك في عنا كتير إذا بديك تيروزين أو تيبتوفان يعني عنا كتير إشا موليكول نقدر إذا بديك نعطيها نحضر المريض ليكون أحسن طيب دكتور بالآخر يعني هيكت نعطي جواب لازم نبعد عن النيكوتين لحتى تخفل فيه أكيد يعني كثير من المرضى بيستضي مش أنا أعملها لما وقفوا تدخين مع الوقت خفت الأوجاع طبعا الفابرومالجيا خف القلق وعملوا وفروا مصاري ومبسطوا رجوع بالتالي بالمني سيفينج معدى هون السيئة يجي واحد مثلا أنت قاعدة اللي كريحتك دخان بعيد كمان نفسيا بتأسر عليها الفابرومالجيا غير أنه ديوكوتا إيجيان عنديك ديوكوتا بسيشيك هلأ كمان هو لما يعليق حاله حالة من أنها ارتحت عليها فات بمسلسل الإدمان على النيكوتين وفات بمسلسل عبقنا على حاله تمبرالي وعمل يجا يدفع الدين عليه بالفايدة أوكي لكن التدخين والكحول تنينة حتى أنا كحول كمان عفو أكيد كنا عم نحكي أنا وياك تحت الهوى طب بس ما هو برخ أوكي هالسبب الحكم قاله أنه أكتر من كاسين بتضر كاس واين أو كاس نبيت بالليل ممكن ترخي وتساعد النوم وتعمل جود سليبين ما تقسل على كوليتي أوف سليب ما تعمل تنهار هنج أوفر أو هدك أوكي هون مودريشن يعني أبعرف تير مرضى فايبرومالجة بدي أقول حيكين فيه أن يخد كاس نبيت بالليل عم بريحنا بقاله أنا كاس مش أنينة أوكي يعني منا هون نحن كتير عرفته على موضوع الكاسين بديك تشوف قدال كمية حطوها على الميد على الميد كل شي فوق هيك حي يقلب علينا تنهار سلبيا بصباح in the early morning يعني بصباح تنهار حتقلب نيجاتيف خاصة إذا كان في الكحول وتدخين مع بعض بديك ترجع تدفعي 8 و 2 نهار ما فيه مجل طب دكتور ليش لليوم ما نعرف ليش النساء هنا أكتر عرضة ونسبة كتير أكبر لن نساء بينصابوا بالفايبروميالجا كابعتوفرزيولوجية تختلف النساء عند الرجال عندك أرمان الأستروجان عندك الرقل بتأثير كمان على الفايبروميالجا وعندك الموليكول دونك جانتيكم هنا هن النار عرض أكتر موارا هود النيوترانسميترز ومن وراء الأستروجان دكار من وراء يمكن أنا بقول رأي شخصي وراء هنك حسسين أكتر أو أكتر 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 وأنا هون بقول مريض فايبروميالجا مثل شابه مريض بانيك أتاك يلي بخاف ينبس كتير لأنه وراء بسط كتير في نازل قوي بيكون خايف منه وبيعمل أتاك يعني هو فجأة مش منيح على الجسم مثل الفجأة بينط بالانتخابية بينبسط بنتيجة معينة جسمه بهالوقت ما بيحس بالواجع ومبسوط بعدين بتشوفه he's going down and down أنا مع أنه جسم تدريجيا بهالحيات ينبسط وتدريجيا ينزل نزول أنا مع أن نطلع درج وننزل ومش نطلع سلم هايدي كتير بحبه بأمثال البسط عندي بخاف شوف شخص كتير مبسوط فجأة أكتر ملزوم وبخاف شوف شخص كتير زعلين تمامين تحير لأنه ديبرست سو أنا بحب الدرج درجة درجة نطلع وننزل ونطلع وننزل ومش السلم فجأة بأنجل قوية تماما نقلب عن السلم نرجع بديبريسيون قوية أو بزاعل قوية طيب دكتور حكيت عن الدبريسيون الكآب اللي هي مرتبطة ارتبط وثيق بالفيفرويالجي صح والانكسيت لأنه كتير من الأشخاص بيكون عندهم هول الثلاث مع بعض أمور يلي سأسميني هون مع بعض بدي جوابك بعد الاتصال هل برأيك اليوم نحنا ضروري نكون الشخص اللي عنده دبريسيون وعم نعالجه بالدواء وبالتالي أعراض الفيفرويالجي بتختفاه بعد الاتصال صباح الخير صباح صباح صنوع أهلين معي جابي كرم الحضب أهلين إليه جابي 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 أهلين معي ماء فسكال ماء ماء كيفيك حمد الله نديري حكي نحب ديري عالصانين كان بسافر بشاكي مازبوط أه ألينا بشأن كل معدي فيك أنت تقل له تفضل جابي عم يسمعك الدكتور أهلين موزون حكيم أهل وصلاة فيك الحمد لله على السلامة مرسي والله كنت بسافر صحيح أه 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 عيدك جابي السؤال كان سريع شوي بس كنت ديئة نفس في المعد بيزدخ السجارة بيجع نفس أوكي ممكن تكون رفلو رفلو بيعمل ديس بني ممكن يكون رفلو أوي إذا ما عدي ونفس عملت رفلو أوي وعمل لك ديس بني ديئة نفس أه 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 هيدا هي هيدا فيها تكون كذا شغلة هون فيها تكون انكزيتي سترس فيها تكون شي بالأوزوفاج واحد عم بيشاردق بيريقه بنا نسأله أه ما تأعمل آخر مرة ندور خاصة إذا عمره فوق الخمسة واربعين بنا نشوف كلها دولي استرس تلعب دور بحس حاله قمتل غبى عليه بس كمان بنا نفكي بعملية الأوزوفاج يعني فيها وقات بنطلب ندور جاسترو أوكي شنال الدواء بنا عدت بيه لك حسب هلأ هيدا بالعيادة أو تحت لوه بعضتيك أساني ما دواء مش على الهواء ممكن نشوف شو أصدق فيها وكيف واحد عم تشاهدق بيريقه وشو صغير بالضبط نسأل أسرة طبية كتير وعلى أساسها في عنا أدوكيشن كيف شخص ما يكون كتير إكسايتر دي شرب ما عمهله ريلاكس هو عم بيكل ما يتشاهدق نشوف شو صير الأبيغلوت إنه شو عم بيسير عمليات الرئة كيف عم بيكل عم بيكل بسرعة ما عم بيمضغ مظبوط لأكل كله هيدا بده ريلاكسيشن نشرب عمهلنا نشرب ريلاكس مش بسرعة ويلا ومعظمين ويعني صراحة ممكن هون نروح لنا دور بهيك وضع وطلب صور زيادة ونشوف الفنكشن أوزوفاك يعني 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 فيها تكون بوس نعم فيها تكون بوس يعني من التم للمعدب نشوف واتس هابنينج شو الضبط صير شو هنا العم بيسيره عندك عضلة لو عندك عضلة على المعدة بتوصل الأوزوفاج نشوف شو اللي عم بيسير أنت بس آخر سؤال قاطع بسترس أوي نعم أنت هلأ قاطع بسترس أوي كمين كتير أو عادي نعم سهل يعني عم تعصب كتير قاطع بفترة عم تعيش فيها دائما اكسايتر خطاعة لعندي على يد من حل لك يا ما في بروبليم بس ما بقى تدوع على الهواء لأنه بدي شوف شو اللي صحي بدي افحص تم بابا تفحص اوكي ايه اوكي هو عم بيبلع وما يكون في تشرضوا أنه ديسفاجة قوية يعني عم بيبلع وحاس حالو اغتنق بده يستفرغ يكون في شي زنكر ديفار تيكلوم شش شغلة يعني أنا بيراثل فيه هلأ عشر أسباب ما فينا كتير نحك فيهم بالديتلز أنه سبحان الله ما لو يجي واحد لعنه على عيادة دغني منحلة ايه اوكي بدي اطلب منك جابي اولش بدأت شكر اتصالك وسلامة قلبك انا تتوجه دكتور ابي نادر على العيادة نعم وسلامة قلبك يا رب اوكي بدي اطلب منك من الهايبر سيريفيشن أنا شايف حالات غدد شايف حالات غلط لطريقة بالأكل فيكون كتير من الأسباب ضروري الفحص اي اي انا ببدي خوفه ببدي خوفه بسبب بيخوف لكن مشوف عندك بار بالعمر كمين قوي بيتشارد واكتر بيريق من انتبه ما بدينا يعملوا مليمونية يعني عرفت كيف بس بدنا نفكر بهذا التراكت اللي قاطع فوق دا حكت نعرف ان انا مسفر كان طالعا السيت هيك شايف صغير برات الموضوع انه حكمها شاطرين نيه كلهم سفر ولأ في شاطرين هون بقى لانا هونيك رجعت قال لي واحد انت نص شاطر لانه انت جمعة هون جمعة بدباي بتقول له قام نيه حدا السيت انه اللي بيبقى هون بلبنان نص نص لا في كتير ناس في كتير حكم اكيد بالعكس ان شاء الله يعني بتدل انه هيك كل الطبقنا يكونوا ان احنا بنعرف قديش كل الشرق الاوسط والملاد الخنيش طبعا مطلوبين اللبنانية شابوبة للحكم اللبنانية يعني ان شاء الله بدلكن عم تشتغلوا اكتر واكتر بس كمان ان شاء الله بدل في هون في اختصاصات عم بيكون مش موجود فيها الطبيب يعني للا لا هلأ بدأ تزيد لانه ليك يونتروا لا يجي من السفر للاسف لك ماي بدأ تزيد بدأ تزيد هلأ بدون ينقصوا الحكم اكتر واكتر مع الوقت لانه الطلب اللي شاكين هونيك والماء صحة شو عمسي كمان عم تشتغل بيلي كنت لسيت جاه شفت تقول شفت سبرينج ألرجي عندي دايما سينوس سينوس شفت يعني فيها كمان عفوقها تليفون جابي فيها تكون ألرجي تبهي يعني ليك دا في أسباب تجي على الراس بس هيك أنا دايما هلأ عم بقول الأدوية عيروس ونازو ناكس بالربيع في قوية ناس بيحطوا حار بيشارد أو بيشارد فيه ناس بيبقى اكسايتد بيشارد فيه دوا بياخدوا بيخفف له الموفوانة طبعا السموس موسلز كمان عرفت كيف دونك شفت بتعرف السبب ولا والتالي بديك تقدر تحكي معهم نص ساعة بالعيدة طب حسي قبل ما تاخد القرارة الدوا بقى هيدة كمان كتير أكيد دكتور كنت عم بترح عليك سؤال قبل اتصال من جابي عن الكآبة وعلاقتها بالفبروميالجين اللي هو موضوعنا عليها مباشرة عليها مباشرة كتا عم بتقول خلاص فيه سيروتونين فيه نوريبينفيلين وطل السيروتونين عم نسير نحن عمون بمشكلة الواجعة الزيادة والقلق الزيادة والدبريسون كل الدراسية تفرجت أنه عنده فيبروميالجين عنده انجايت ديبريسون مور وانا قلت ستنسلك بتعالجي هيا بتعالجي هيا دي بيخفها دا الساكن البرمة إنما وكل مرة بنجدد بنقول حرام في 500 منهم بيعانو وانا جاني واتساب على دباي عم بيقولولي انه حكيم عندي أفكار سوداء قلت له أنا مش في لبنان بس هلقت تروح على الطوارئ منعم ممنوع اتجاه عراسك أفكار انتحار دغري يعني طوارئ هالقد هالقد عندي دقيقة ما في مزح ست سيويسايد إذا نحن ملتهيين مش معتها ما في سويسايد شي سويسايد بس نحن هلق مش عم نحكي فيون بشكر ربي ولا واحد من مرضايا عمل هشي وحريص أنا إنه أخذ احتياطات ما حد من مرضايا إزي حاله لهيك أنا تبعتهم من دبي كمان دكتور حنينة أبي نادر كلمة أخيرة بتحب تقولها لكل يالي اللي عم تتابعونهم كلمة أخيرة العلاج في يكون انتو من عندكم أو شيكة إرادة إذا ما عندك أنت إرادة والهابت وتحت حالك نحن الحكيم بيساعدك أكيد بلش أنت خذ القرار تساعد حالك وبتلاقي النص التاني عند الطبيب وسوى نص النتائج مو بهذا إن شاء الله أكيد أرقمه أنا وين دكتور أبي نادر ما رأت على الشاشة ورح دمر خلال اللقاء شكرا كتير لكل المتابعين اللي تابعوا هيدا اللقاء بعد البريك فاصل منكون مع الجالة عتاني وموضوع كمان بهم لكتار من اللي عم بتابعونا خليكن معنا